السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعادنا مع الحلقة السبع من مسلسل عمر فندي وبتبتدي الحلقة بأكرم باشا وهو راح عند أبوزة وبيطلب ان هو يقعد مع زينات وطبعا أبوزة عارف ان زينات مش بتوافق ان هي تقعد مع اي حد فبيحاول يرغو ويلهي مع اي حد لكن أكرم مصمم وبيدخل بالفعل على قودة زينات ويحاول اقناعها بالفكرة وزينات رفضة تماما من هنا هنا بيقول لها كلمة في حدودة والراجل ده أصلا دماغه مفوتة وانت سهلة قوي انك تطفشيه من المكان بس بالشياكة لكن صعب جدا ان انا اقول له ان زينات مش موافقة تقعد معاك واضطرت انها توافق بسبب الظروف اللي هي متورطة فيها وإحنا قاعدين في التياترو الراجل اللي بيشتغل عند أكرم باشا قاعد مع اتنين ستات كلمة في حدودة جاب أسراره بالكامل وابتدى يحكي لهم عن ان مرات أكرم باشا ملبوسة وعليها واحد عفريت اسمه شكل لدرجة انه بيخليه أكرم باشا ينزل بالليل يجيب لها دورة مشوي قالوا له ليه هي بتتوحم قال لهم لا شكل هو اللي بيتوحم مين سمع الكلام خلف الأسوار عمر أفنزي ابتدى يسمع كل كلمة بالتفصيل وطبعا هيستغل الكلام اللي هو سمعه ضد الراجل عمر طلع مع دياستي وابتدوا يقدموا الفقرة السحرية بتاعتهم ويولع النار والكابريت والكورة والعصفورة والوردة عمل حاجات كتيرة جدا الفقرات كلها مبهرة بصراحة دياستي وزينات مأثروش معاه استعراض كان مبهر للغاية أداء فوق الرائع وبعد ما خلص فقرة الوردة دخل على فقرة الإزازة وابتدى يملى الإزازة مية وخرم صغير ويقول الماء ينزل الماء تنزل الماء يرفع الماء ترفع أداء ولا عمرهم شفوه في حياتهم عمر بعد ما بيسيبهم بيروح يفتح اللابتوب بتاعه وبيتعلم الفقرات السحرية بالكامل علشان ييجي وإغدعهم الراجل اللي بيشتغل عند أكرم باشا الستات بيقولوله انت استمرت مع الراجل المجنون هو ومراته ده ليه قال لهم علشان بيسكوا في أمانتي وانه عمر ما بطلع أسرارهم برا رغم انه بطلع كل الأسرار وهو قاعد مع دياستي فجأة عمر قرر يدخل زينات في السندوق ويقطعها بالسكاكين 600 حتة وبعد كده يرجعها سليمة ساعتها أكرم الجنن وقال له ايه ده ده حيخلص على زينات أمنا أنا هقعد مع مين قال له ما تخافش أصلا انت ما تعرفش ما تعرفش عمر أفندي بيعمل ايه ده بيعمل عزمة وتطلع زينات سليمة من قلب السندوق بعد ما تقطعت بالسكاكين الكل مش مصدق والكل بيسقف وبيهيس زينات بعد ما خلصت الفقرة بتاعتها طلعت قلت لعمر بقولك ايه ده عايز نعود مع أقرب قال لها ما تقعودي قلت له بالبسطة دي قال لها عيب أنا موجود قالت له بجد يعني اتطمن قال لها انت شايف ايه قالت له اتطمن وطلعت قعدت مع أقرب وطلع قال له انت ملك متغير ليه كده يا أقرب باشا قال له انت تعرف اسمي من ايه قال له لا انا هنا اعرف كل حاجة تصدق ان انا سمعت ان شاكل بيرقبك وحيقول لمراضك الراجل جن جنونه ام بسرعة زي المجنون لان شاكل ده عفريت وممكن فعلا يبلغ مراضه والسحر هو الوحيد اللي يقدر يعرف ان العفريت موجود طبعا كله ضحك عبدقون ماجي جالها استدعى من حضنة المدرسة تاني مشكلة كارلا كارلا بتقول البنات ان بابا بيروح لزمن وبيرجع منه وبيحكي لها بالتفاصيل على كل اللي بيحصل والبنت بتحكي للأطفال الصغيرين والأمامش بيصدقوها وبيقول لها تكداب وباباكي كمان كداب بتضربهم ضربه مبرح وعنيف جدا المديرة بتقول لها ممكن جوزك يحكي لها قصص حتى لو القصص دي من الخيال بس لازم يفهمها ان ده خيال مش واقع مش واقع وهو كمان اللي بيعيشوا قالت لا لا اكيد في سوء تفاهم وانا طبعا هشوف ايه الموضوع واسفة جدا لحضرتك واكيد كارلا مش هتعمل كده تاني صبري قاعد مع امهبة حيز في مشروع الكنزات الجديد خلاص هيبيعي الكيلو بسبعين جنيه يخش عليه عمر ويقول له الهباب اللي انت بتهببه ده قال له هباب اصلا انت مش فاهم ايه بتلا انا بعمله قال له ايه اللي انت بتعمله قال له انا ببيعي الكيلو بسبعين جنيه فاهم يعنيه سبعين جنيه قال له ايه اللي وصلك في المرحلة الهباب دي تعال انا عايزك قوم يا امهبة اعمل لنا لقم انا كلها او كوباية شين شربها وابتدى يقول له انه هو عنده لوح واللوح دي قيمة جدا من سنة 1940 قال له تاني قال له لا لا ده ان اشتريتها بس عايز ابيعها قال له تم اتبيعها للرجل صاحب والدك اللي كان بيشتري الانتيكات منه قال له لا هياخدها مني مش بسعرها الاصلي انا عايز اعمل مزاد كبير وعارضها فيه وحتجيب لنا فلوس هنجرب ونبتدي مع بعض ايه رأيك الفكرة لعبت في دماغ صبري وفعلا راحوا المزاد وابتدوا يعلوا السعر في الاول عرض الراجل الفين جنيه على الصورة هب بقت عشرين طبعا ما سكتش صبري طلعوا وعلى المزاد وقال بسبعين الف طبعا قال له ايه اللي انت بتقوله ده انت عايزنا نلبسها المفاجأة حصلت وقام واحد وقال علي بمئة الف ساعتها ما بقاش مصدق نفسه وفعلا الصورة تبعت واللعبة جريت وكمان بدل الصورة بقوا اتنين وتلاتة وبدل البيت الف بقوا خمسمائة الف كل ده وما حدش عارف ان الصور دي عمر بيجيبها من الزمن القديم وبعد ما البلية لعبت مع عمر راح بسرعة عند شلهوب علشان يجيب فلوس من القديمة وهو برضو عايز يساعد زنات وبقى له حاجات وفعلا شلهوب الدالو ما يعادل ميد جنيه ميد جنيه كاملين عمر ابتدى يستغل الموقف اللي هو عايش فيه وفعلا بقى كل شوية يجيب حاجات قديمة من العهد القديم ويباعها في العهد الجديد والناس مش مصدقة والمزادات بتضرب في العالي وصبر بيولعها والناس كمان بتولعها الحاجة اللي يقولوا عليها بمية الناس بقوا يشتروها بخمسمية انتو متخيلين الرقم وطبعا ومهيبة مش قادرة تستوعب التلاتة بقوا صغاداء وأغنياء وبقت الدنيا غير الدنيا معهم خالص عمر مركز في كل خط وهو بيعملها هو بيفتح الفيديوهات على اليوتيوب ويتعلم أفكار سحرية كتيرة علشان تنفعه هناك عند الدياستي وبدل ما يركب عربيته الأحدث بوديل ركب عربية قديمة وابتدى يضحك ويهزر وعيش حياة عمره ما عاشها في حياته ولا سعادة شافها من قبل وكل اللي في المزاد كل مرة اتدايقوا من الراجل اللي بيشتري اللوحات بالأسعار دي وابتدى يقولوا له وما فيش غيرك في المزاد وقاموا كلهم علشان يضربوه لأوا ايه صبري على قمتهم وزينات مولعاها وعمر مولعاها وصبري مولعاها الكل بقت الدنيا معاه ترقوا الأشياء بقت معدن أبوزة حيتجنن نفسه يعرف عمر بيعمل الحاجات دي ازاي نفسه يتعلم منه بيقول له ايدك ايدك دي تتلفف حرير عمر جاب الفلوس ورح لزينات فورا وقال لها ادي الفلوس للدلال تديها لأبوزة خلينا نخلص من الموضوع ده قالت له الله طب وانت زنبك ايه وجبت الفلوس دي كلها من ايه قال لها ايه ببيع لوحات اللي برسمها انت مش مصدقة قالت له لأ مصدقة بس تهامي كان بيبيع لوحات ما كانش بيجيب فلوس كتيرة كده دي ميت جنيه قال لها طب معلش روحي اديهم لدلال قالت له لأ مش موافقة قال لها طب عشان خاطري طب حقول لك فكرة على بال على اقل ما تهامي ما يرجع وبعد كده بقى اخدهم منه قالت له بس ممكن ما يبقاش معاه المبلغ ده قال لها خلصي المهم نخلص دلوقتي من قبوزة والدنيا بقى بيننا وإحنا زيتنا بدقنا صبري روح مكان راقي جدا كانت هناك ماجي مستنياة طبعا علشان تسأله على مكان عمر داخل يعزم البنات يمين ويعزمهم شمال ومش هم وحد قال لها اصلا انا بقيت غني قوي قالت له طب مش كنت تجاوزت بنت من اللي عندي وكنت بقيت اغنى من كده بكتير بس كنت قلتلي على مكان عمر قال لها ولا كنوز الدنيا وبعدنا مش محتاج فلوس واتجاوز وقت ما حب اتجاوز بيدخل واحد صعيدي عند لمعك قذر ويعرض عليك كتاعة أنتيكا شكلها فخمة جدا وبيقول له ده انا ماخدهاش منك بشلن قال له لا انا عايز فيها ميت قرش قال له ميت قرش تتجنيت في عقلك ده انا هطفي فيها السجاير ايه الخزع بلدي عمر بيخشه في البتاع بيتجنن يقول له اتطفي السجاير طب اتطفيها في ايدي اهوان انا عاخدها منك هتفعلك اللي انت عايزه ودي له اكتر من ميت قرش الراجل قال له ده دحك عليك يا هبل انت متعرفش دي تسوي ايه قال له هو انتو بتجروا في الاصرات كده عادي والاباحية عادي هو انتو ايه بالزبط هو زمن بتاعكو ده كان ايه انا مفيش حكومة بتدور عليكو قال له لا مفيش حكومة بتدور علينا واخد قطعة الانتيكا ورح لصبري والرهاله قال له ايه دي طفايت سجار قال له انتو كلكم شايفين حاجة انا مش شايفها بقولك دي اصارات اصارات يضغف قال له طب احنا هنام لدلوقتي قال له هتشوف هتشوف هيجي خبير ويتم منها لنا ويوصل الخبير ويمسكها ويقلبها يمين وشمال ويبص عليها بالعدسة المكبرة من تحت وبنتها البساطة بيقول لهم دي بكم سمية مليون جنيه عادي يعني قال له تمام حرجعها ساعتها صبري مفعل وقال له دي هبت منك يا عمر ترجع ايه ايه الجنيت طبعا هو بيحاول يهدي ام صبري مسك البتاعه ورمها في الارض ام اتوقعت القصر دي يستي راجع في منتهى السعادة وبيروح على البنسيون بتاع دلال وبيقول لها معايا خبر بمليون جنيه لقبلاش مليون احنا في زمن الاربعينات وبيبتدي يقرأ لها الجواب تهامي بعت لها جواب اخيرا وبيطمنها عليه وبيقول لها ان يرجع لابنه وزاره من جديد وعلاقته متحسنت وبيقول لها انه هيرجع قريب مش عايزها تبقى قلقانة وبيقول لها كلمتين حلوين عنها وعن ان دقيق انه هو نفسه يرجع ويشوفها ويقعد معاها وهي طبعا بتبقى زعلانة جدا وفي نفس الوقت فرحانة انها ابتدت تطمن عليه وبيدخل عمر وبيقولوله ان الجواب وصل قال لهم اخينا نتطمنتو وساعتها دياستي بيقول لها فين الحلاوة قالت له حلاوة ايه حلاوة ايه انت عليك غرفة وما دفعتش تمانها وانا ساكتة قد بقى الشهر المتأخر عليك قال لها مهانة لغلطان مهانة لغلطان ان انا بجيب لك اخبار كويسة ابقي شوفي جوابات مني تاني ولو جالي جواب من تهامي انا حخبيه وساعتها عمر استأذن علشان يمشي وهو طالع برا اكتشفنا انه هو اللي بيبعث الجوابات وهو بيحط الجواب في الصندوق شاف الصورة بتاعت الفداء المطلوب عند الانجليز متعلقة صورة الشبح وفي نفس الوقت شاف الولا اللي سرق منه المحفظة اول بجي على المكان ده فدل يجري وينادي عليه لغاية ما الحلقة خلصت اللي وصل معانا للنقطة دي وقدر يستحمل ملخصتنا ما ينساش يدعمنا بلايك واشتراك ويكتب كلمة في نهاية المسلسل تم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته